تحت عنوان الكتاب بناء للعقل تستعد اليوم مكتبة الأسد الوطنية لاستقبال المثقفين والمهتمين من كافة شرائح المجتمع في معرضها الدولي الحادي والثلاثين والتي سينطلق اليوم بمشاركة واسعة من دور النشر ودول مشاركة لأول مرة لما يضمه من عنوين وإصدارات جديدة لهذا العام حقيقة دور النشر دخلت إلى أرض المعرض أدخلت كتبها عنوينها الجديدة الآن المعرض حقيقة يزدان بالكتب الجديد رفوف المعرض امتلأت دور النشر المشاركة كلها استكملت إجراءاتها حتى إدارة المعرض استكملت إجراءاتها لإقامة حفل الافتتاح نتوقع أن تكون هذا العام المشاركة جيدة ونوعية حقيقة هذا من جهة ومن جهة ثانية أيضا أن يكون الحضور الجماهيري نتطلع أن يتناسب مع أهمية هذا الحدث الثقافي الكبير الذي تشهده دمشق أسعار وعروض مميزة للقارئ السوري بالإضافة للأجنحة الخاصة لاستقبال الأطفال من وسائل تعليمية حديثة لتنمية المهارات لديهم بما يناسب أعمارهم لدينا وسائل تعليمية خشبية للأطفال الوسائل تستهدف الأطفال من عمر صغير الوسائل هي عبارة عن قطعة خشبية أن الطفل بعمر صغير مثل ما بتعرفه ستة شفر للسنة للسنتين للثلاثة ما بيعرف يقرأ لسه ونحن نستهدف هذا العمر حتى نوصله للفكرة يتعلم الألوان، يتعلم الأشكال الهندسية، يتعلم المطابقة كل هاي الأصاص من أهم الدور اللي معنا دار الفارابي، دار المهضة عربية هنشاركين بشكل مباشر لكن نحن ميشرفين على إجنحتون معنا مركز دراسات الوحدة العربية معنا دار آفاق مصر دار الجمال معنا دار صفصافة مصرية كمان ومعنا دار الكعراقية العنوين تقريبا ما بين دراسات الفكرية الفلسفية بالأخص الفلسفة الماركسية والفلسفية عموما في دراسات سياسية وفي القسم الأكبر أدب أدب مترجم بالأغلب عنا شي مميز هاي السنة كمان إحنا لكل فاتورة بتقيمتها بتزيد ألفين وما فوق نسخة مجانا لكل بأحدا بيشتريوا قيمة الفاتورة هيك في عنا كمان شي يعني تقدير لتضحيات جيش العربي السوري رح نقدم سلاسة نسخ لزوي لزوي الشهداء والمخطوفين والجرحة من الجيش العربي السوري اللي نحن شو ما قدمنا لهم بيكون شي كتير صغير قدام التضحيات اللي قدموا لنا لأنه نحن الأولى هون ما كنا موجودين حاليا يبقى معرض الكتاب ملتقى ثقافي نوعي على مستوى عدد المشاركين ونوعية الكتب حيث تم التأكيد على العناوين التي تهتم بقضايا المجتمع والإنسان والحداثة المواكبة للتطور والأصالة على حد سواء